اشتركوا فوق ما اي حد يتخيل لمنتهى السعادة عملت حلقات كتير وبشتغل بقى لي سنوات طويلة جدا بس النهاردة بالنسبة لي يوم مختلف بان اول مرة اعمل كده اول مرة اعمل ده مع اهلي وناسي وفي بيتنا وبيتهم طبعا وده مش محدش عندنا ضيوف دول كلهم صحاب مكان يعني هم اللي مشرفيننا واللي عاديين كمان بره من اهلنا كمان ممكن الناس تفتكر الحلقة دي بالنسبة لي من اصعب وانا بقوله من اصعب الحلقات لانه بتكلم على حاجة خصنا ولكن هو امر وفرض علينا ان احنا موجودين النهاردة في شطورة سادة الرئيس موجود بعد ساعات وسطينا مع اهله وحبابه في سهاج وما كانش ينفع سادة الرئيس موجود في سهاج الا كمان اهله كمان يحبوا يتكلموا رئيس يحبوا يتكلموا مع الرئيس يحبوا يتكلموا ويوجوه رسائل الرئيس الناس زي طلبتها دايما بتبقى بسيطة جدا ولكن هما بيحبوا بلدهم جدا مش بقول كده عشان اهلي اصعب لحظة انه كنت اتمنى ليكون موجود مع انا كمان والدي ووالدتي كان امنيت حياته وشوف اللحظة دي ربنا يرحمهم يحسن اليهم انا قاعد في مكانه قاعد في مكانه دايما كان يقعد هنا وكلنا نقعد حواليه وكل الناس تيجي تبقى قاعدة حواليه كده فبتذكر اللحظات دي اكي انها دلوقتي يعني اكي انه بالزبط دلوقتي والناس كلها تبقى قاعدة ودايما قاعد ربنا يرحمه يحسن اليه يا رب يستقبل كل الناس البيت دا عمره ما تقفل ممكن اول مرة اقول الحكاية دي البيت دا عمره ما تقفل البيت دا واحنا صغيرين كده والدتي الله يرحمها واحنا صغيرين والدي من بدري شوف المصالحه الارض الزرع الغيط راح يصلح الناس يلف في البلاد عشان يصلح الناس يعني دايما والدي كان يلف في البلاد عشان يصلح الناس تيجي يعني ناس عايزيني والدي فوالدي تقولهم خمس زقاية خمس زقاية وجاي خمس زقاية دي ممكن تبقى ساع بس هي بتقولهم خمس زقاية عشان ايه تصبر الناس عشان تجاهز الغداء تجاهز العشاء البيت دا مش عايز اقول له حضراتكم وده فضل ونعمة من ربنا وده بالمناسبة هو اللي قاعدنا لحد النهاردة الحمد لله يعني فانا متشرف ان انا موجود مع اهلي وناسي متشرف انه اكون اسمعهم انا مش هتكلم مش عايز اتكلم انا عايز اسمعهم وعايز حضراتكم تسمعوهم طبعا يعني كلهم بالنسبة لي يعني السند وما فيش حد ابدا الا يبقى باهله وناسه وعيلته وبلده ومحافظته وبلده الاكبر مصر اي حد فينا بيبقى دايما سعيد وفخور انه يتشرف انه عنده عيلة طب تخيل حضراتك لما تبقى شطورة بالكامل اهلك وناسك تبقى اديه لما يبقى مركز طهطة كله لما تبقى سوهاج لما يبقى الصعيد لما تبقى مصر يبقى اديه الواحد سعيد جدا جدا انه النهاردة موجود هنا في شطورة مع اهلي وناسي اهلي وناسي اللي اه تعبوا كتير قوي يا جماعة انتم ما تعرفوش الناس في الصعيد اه الناس الطيبة اللي هتسمعوهم بسطة جدا ولكن عندهم عزة نفس ممكن الواحد ميبقاش عنده رغيف عيش في البيت ممكن بس يقد الواجب ويبقى لابس مش عايز اقول ل حضراتكم ايه وتشوفوا كده بسم الله ما شاء الله الشموخ والفخر والقوة جايز ميبقاش عنده حاجة في البيت بس شوفوه بقى اه في اي مناسبة يبقى ازاي وبيتكلم ازاي دول انا النهاردة حابب ان انا اسمعهم وحابب ان انا اتكلم معهم ولكن خلونا نشوف كمان جزء اخر من طهطة نشوف طهطة انو ده مركزنا نحن تابعين لمركز طهطة زي منا هاني نحاس النهاردة عامل جولة مهمة من الصبح في طهطة زي ما انتوا بتتابعوا معانا من بداية الحلقة احنا قلنا النهاردة حلقة اه اه تكون ذكرى في سجلات محافظة سهاج وتقول لكل واحد اتولد في سهاج قاعد هنا او قاعد برا مصر او قاعد في القاهرة او قاعد احنا كل اهلنا منتشرين بالمناسبة في مختلف دول العالم اروح المانيا الاقي سهاجية اروح الكويت الاقي سهاجية بسم الله ما شاء الله اروح الامارات بسم الله ما شاء الله المملكة العربية السعودية نفس حكاية مفيش مكان بروح لو الاقي سهاج سهاج ايطاليا الاقي سهاج موجودة في ايطاليا فرنسا الاقي سوهاج في أسبانيا أمريكا سوهاج كندا ما روحتش كندا بس بيتكلموني من كندا سوهاج منتشرة تجار ما شاء الله بيكسبوا ما شاء الله بيشتغلوا في الغيط ما شاء الله الناس دي شقيانة ايد كل واحد فيهم اشتغلت وزرعت وحصدت وهو بالنسبة لنا يوم ساعدتنا لما يلا بينا الراحين زمان طبعا كنت أتمنى طبعا نعملها دلوقتي نروح الحصاد نحصد او نروح نزق الأرض بتاعتنا في رمضان ولا غير رمضان ولا في السحور وانت قاعد المية والأرض والمية كتير ولا طب يلا حصل مثلا يعني ده بيبقى أسعد أيام للناس للأهل انه هو ده الخير كله هنا الخير كله هنا الواحد فيه ممكن يبقى عنده ممكن يبقى عنده أرض كتير يعني ممكن يبقى عنده قراط اتنين خمسة عشرة كل واحد وظروفه بس عايزة أقول لحضراتكم ما تحسش الحكاية دي اللي يعرفها بس اللي هما لكن حالك ما تعرفش انه ده ما عندوش بس عنده الكرم والقيمة والفخر اللي أنا سعيد النهاردة وفخور بيكو كلكو ومتشرفوا نشوف طهطة وطهطة رفاعة طهطاوي طبعا رفاعة طهطاوي الاسم العلم العالم ده اللي عمل يعني لغات هو اللي نقل لنا اللغات رفاعة طهطاوي العصر الحديث والعلم الحديث واللغات كان رفاعة رافع الطهطاوي ابن مركز طهطة محافظة سوهاج نشوف طهطة ورفاعة طهطاوي وهاني نحاس وارجع نتكلم مع أهلي وحبايبي من هنا ترجمة نانسي قنقر